ستوديو مي سمير خبيرة التخزية هتكلمنا عن أكلة غنية جداً بس هم وعدونا دايماً إن إحنا مهما نأكلنا عمرنا ما هندخل وهنخذت كمان منورانا مع الفراخ والكشك ربنا لأكلت أحمر النهاردة لو كبد وقونس بالدم عن ستيها شاهدة عباها جداً يا مي يعني وهي بقى اللي عملتها من الأول للآخر فعارف كل ما نقول الأكل تقول لك الكبد والقونس أنا أنا النهاردة إحنا طبعاً يعني مش النهاردة بس إحنا على طول تعاودنا إن دايماً إحنا بنأكل عادي براحتنا من غير ما نفكر في موضوع إن أنا وزني هيزيد أو لو أنا عايزة نزل وزني أصلاً ببقى شيء لهم فكرة إن أنا أكل براحتي أو حتى أكل عادي لإن أنا أزاساً عايزة نزل الوزن إحنا النهاردة معينا الكورس حلو جداً الكابسولة الذكية معينا النهاردة بقالنا فترة شغالين عليها النهاردة العرض حلو قوي وفريد كده من نوعه مش زي قبل كده الكورس النهاردة سواء الناس اللي بتحب الأكل قوي الناس اللي عندها شهية عالية جداً أو الحرق عندهم ضعيف متضرر بسبب أياً كان السبب إيه لأن الحرق بيتضرر بأسباب كتيرة سواء الغودة الدراقية فيها مشكلة الرحم المرارة أياً كان بيكون في مشاكل في الغودة الدراقية والحرق مثلاً ضعيف فده حاجة الحاجة الثانية الشهية العالية الناس اللي بتحب الأكل قوي تاكل على طول الحرق والحلويات أو لو قاعدوا طول يوم لا أنا مش هاكل تيجي بالليل بقى ما قولكيش بقى تدوس تتحي التلاجة وانا عارفة يا أختي حالة بالليل دي وحالة التلاجة بتنادين يا جدعين وتبيقعدها في حالة كده تقولي إيه مين بيندة التلاجة التلاجة روحها شوف عايزة إيه الأكل ده متعاً ناس بتحب الأكل فما قدرش أن أنا أقول لها منعي الأكل وعشان تخصي حالتها النفسية تعبينة وهي عاملة الموضوع ده سواء ماشي على ضعية ريجيم منع أكل بتاكل أكل معين فالنهاردة الكورس بتاعنا مبدئياً الكورس مكون من كابسولات ونقط وأعشاب الكابسولات النهاردة 30 كابسولة علبة 30 كابسولة كابسولة زكية بتعمل إيه بتعمل خمس حاجات وده أول مرة النهاردة تكون كابسولة بتعمل خمس حاجات يعني أنا وصلت بإن الناس بتطلبها لوحدها ساعات مفيش مشكلة خالص بس أنا مدعميها بالنقط والأعشاب عشان علي الحرقة قوي 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 معاهم لكن هي الوحدها أصلاً هي كورس فأنا ممكن أخد الكابسولة واحدة بس النهاردة إحنا عاملين عرض كابسولات ونقط وأعشاب بخصم 60% على الكورس كامل وكمان لو خدنا الكورس كامل غير الخصم معي النهاردة 3 هدايا ولشحنا كمان مجاناً فهي الناس برضو بتحب العرضة ده قوي ودعمت لهم النهاردة 3 هدايا أقوى من بعض مع الكابسولة الزكية الهدايا بقى قولها دلوقتي أول حاجة معينا الحزام الحراري ده بيتطلب بالإسم برضو الناس بتقولك أنا عايزة الحزام عشان منطقة البطن بالجناب صحيح غير من أنا هاخد كابسولة قوية جداً 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 هتحرق لي أي مناطق فيها دهون منطقة البطن الأرضية في الجناب الكتافات منطقة الضهر من فوق برضو الدقن كل ده لو في دهون متكتلة لو دي دهون بتنزل تماماً ده بالكابسولات والنقط والأعشاب وقلنا طبعاً معنا الحزام من الهداية عشان البطن والجناب ممتلت البطن مع الكريم الكريم ده بقى حدث ولا حراري بيتطلب برضو بالإسم عندنا وفي الغالب يقول اتنين مع بعض الكريم والحزام الكريم بيتحط على أي منطقة فيها تراهولات الناس اللي عندها تراهولات سيليولايد في علامات بيضة وعلامات تمدد علامات كده لونها أحمر من مثلاً نزول الوزن فطبعاً ده كله بيضيق الناس فأنا عايزة أحللهم أكتر من مشكلة أهمها تراهولايد الكريم ده بيشير التراهولات دي أياً كان مكانها فين ولو منطقة البطن فاحنا هنحط عليها الكريم وكمان الحزام الحزام بيساعدوا بعض الاتنين يساعدوا بعض يساعدوا بعض والكريم عشان في حرارة بيساعد القصدي الحزام عشان في حرارة يساعد الكريم إن هو يمتص في الجلد فيبدأ يحرق الدهون لتحت الجلد فأنا بعمل تخصيص خارجي وتخصيص داخلي وتخصيص موضعي للمنطقة اللي فيها دهون تمام؟ معنا كمان النهاردة الجهاز الدرما جهاز الدرما ده النهاردة طبعاً العرض حلو علشان فيه جهازين وكريم هداية وده أول مرة يكون موجود كمان مع الكابسولة الزكية عشان بس الناس ما تهشوا مننا العرض النهاردة الهداية هداية زكية هداية حلو جداً مش العرض بس الكابسولة بس لا يا جماعة الهداية فعلاً النهاردة هداية زكية لو حسبنا كل حاجة لوحدها كل حاجة أصلاً بتتجاب لوحدها أساساً يعني فإحنا النهاردة عشان برضو الناس ما تهشوا مننا العرض كابسولات ونقط وأعشاب بيكافيني شهر ده كده كورس أساسي تمام؟ وعليه خاص من 60% والتوصيل مجاناً ومعيها تلت هداية جهاز الدرما ده بيساعد إحنا قولنا من الحزام البطن والجنوة طيب أنا عايزة ساعد مثلا منطقة الكتافة عندي فيها دهون منطقة الأرداف الجهاز الدرما بيساعد الجلد أن هو يبدأ أن هو يكون مستعد أن هو يمتص الكريم ده الكريم اللي هو بيساعد أن أنا أبدأ أنزل الدهون لتحت الجلد اللي هي متكتلة عشان أساعد الكورس أصلاً يعني أنتي أصدق أن لو أنا مثلاً ما أخده النهاردة عرض النهاردة فأنا مثلاً عندي منطقة التكتل أكتر فيها هو البطن فالجهاز مثلا هيبقى مساحة كبيرة لكن أنا ممكن أستخدم الدرما في مكان تاني ودهن الكريم فده يدي فرصة إن أنا أخلي المكان ده يمتص الكريم بسهولة بفتح المكان بالدرما في نفس الوقت المنطقة الكبيرة أنا ربط عليها الحزام صح كده؟ إذن إحنا بتمدأ نمشي بجهاز الدرما كده بالراحة خالص على الجلد يبدأ إن هو هحس كده منطقة بدأت إيه لونها تحمر شوية عشان بدأت إيه الدم يجري فيها تمام وبدأت بدأت تبقى مستعدة إن أنا حطت عليها الكريم بشكل كده هادي خالص ويبدأ يمتص الكريم الكريم ده أولا غير إن هو بيسيح الدون لتحت الجلد كمان فيه كولاجين بيساعد الجلد إن هو يكون مجدود وبيرطب كمان الجلد فإحنا الكريم ده أصلا يعني تخصيص للمنطقة دي وكمان بيرطب معي الجلد حلو جدا فأنا بعمل أكتر من حاجة أول حاجة بسد الشهية بالكابسولة الذكية النهاردة بتعمل خمس حاجات الكابسولة بتقفل الشهية تماما أنا بقفل الشهية خالص إن يازل بتحب الأكل وجربت حاجات كتير قوي فأنا كده كده إن شاء الله هتاختي الكابسولة دي النهاردة الصبح مثلا هتقعد معاكي لحد بالليل طول اليوم قفلة معاكي الشهية حوالي 15 ساعة أنا قفلة الشهية هاكل كميات قليلة قوي عشان أكون كلت لكن في العادي أنا مش أصلا مش حاسة إن أنا جاعينا مش حاسة بالجوع بالضبط ومعانا النقط بتعلي معانا الحرقة قوي قوي في الجسم بدل ما أقول لها ندي العب رياضة روح الجب لأ أنا بقفلك الشهية بعللك معدلات الحرق والعشاب بتعلي الحرق معايا كمان وبتنقل جسم السموم والناس اللي عندها مية زيادة تحت الجلد بتنزل المية الزيادة مش مية الجسم عشان الناس برضو بتتلقبها بتنزل المية زيادة لتحت الجلد مزبوط فأنا بعمل أكتر من حاجة وقلنا الكابسولة الوحدة هي كابسولة زكية علشان بتعمل أكتر من حاجة بتقفل الشهية تعالي الحرق للناس اللي عندها تضرر في الحرق اللي حرق عندها ضعيف جدا أو شبه مع دول أيا كانت الأسباب بقى بس الحرق ضعيف في الجسم بالضبط وكمان بتقضي على الخلية الدهنية الموجودة في الجسم أنا خلاص الخلية الأم اللي بقالها سنين إحنا عملين نكون في دهون بقالنا سنين طويلة لو مثلا حد وزنه فوق المية فبقالنا سنين بنكون في دهون فصعب إنها تنزل الكورس بولا بتقضي على المنطقة دي وبتقضي على الخلية الأم وكمان الكورس بيعمل إن هو بدل ما أقضي على الخلية الدهنية وترجع تزيد معي تاني لأنا كمان بمنع تكونها مرة تاني بقى السرعة بتتكسر خالص بعشان ما تتكونش ولا تعمل دهون من تاني مضبوط هنا تشوف سلمة ميم تمام ألو السلام عليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله بالله ده نورك يا سلم هو أنا ممكن بس أسأل على حاجة بعد إذنك فضال يا أم بالغاية أنا المستدي أنا زيسني كله قوي بس مشكلتي في مصطقة البطن إن هي كبيرة جداً بينا عن اللذين ثمين برجو بالولاد الشاشرية المتعددة أنا ثلاث مرات كاشرية وربا بس حصل لي طرهولات شكاعة براشة جداً برضو بطن مع الزيادة حجمها فهل ينفع إذنما أساس المنطقة دي بس وكمان يعني منطقة الطرهولات ده الكريمي جيمتي تقول عليه هاي حيزت بطنو الطرهولات ولا لأ؟ طيب موضوع سهل قوي معي يبقى دي مشكلة مثلاً لو أقولك تسعين في المية من السيدات دي صولت مشكلة شكراً جداً عن تجربة وعن تجربة سيداد ورجال يعني ممكن تلاقيه روج الجسم كويس جداً بس عنده مشكلة في منطقة البطن وحتى الناس اللي وزنها مش عالي قوي بتقولك مثلاً عندي منطقة البطن مدايقيني مش عالشها مثلاً ألبس منها اللي أنا عايزة أبقى لابسة كده ومبسوطة بشكلي لأ برضو هي تقصد كمان يا مية أصلاً 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 الولادات المتكررة دايماً بتعمل ترهول أكتر يعني مش بس البطن بتبقى عالية دي بتبقى عالية ومترهولة يعني بيبقى شكلها كده مش حلو خالص آه بالزبط كده المشكلة دي أصلاً هي مش فكرة دهون بس متكونة فعلاً لأ يا ترهولاد فالموضوع بيحتاج إنها مثلاً تعمل رياضة قوية علشان تشد المنطقة دي فهو الحزام بيقوم بالموضوع ده جداً الحزام مع الكريم أنا بحط الكريم وعليه الحزام أنا مثلاً بحطه ساعة وأفضل قاعدة بحس بحرارة وبحس إنه بدأ يمتص الكريم وبعد فترة وبعد نهاية الكورس أصلاً هبدأ إليه إن المنطقة تشدك فلاص بقى إن معي الكابسول لو في أي دهون بسيطة ومعي النقط كمان بتشد الجلد جداً النقط بتشد شكل الجسم أنا أنا بعمل أكتر من حاجة فدي ميسر الكورس نهاردة إنه هو بنقول عليه الكابسولة الزكاية بيشد المنطقة دي خالص بيقفلها الشهية بيعلي الحر وبيقضي على الخلايا الدهنية وبيمنع تكونها مرة تانية وبينحط كمان شكل الجسم وده أهم حاجة بالكورس عندي بينحط لي الجسم بيخلي جسمها شكله مرسوم مش مثلاً بعد نزول الوزن لقي الحمد لله وزني نزل بس في مناطق بقى كده برزة ومناطق مش مالك إيه لا ما فيش كلام ده لا خالص أنا بشد الجسم وبرسمه بقى عملة شايفينج للجسم تمام؟ فالنهاردة طبعاً الكورس ده منسب ليها ولو خدته هتاخد معاه الكريم والحزام وجهاز الدرما ثلاث هدايا أحسن من بعض والثلاث هدايا مخصصين أصلاً كمان لمنطقة البطن جداً والجناب تمام؟ فالكورس النهاردة معينا كابسولات ونقط وعشاب وعليه الحزام والكريم وجهاز الدرما الكورس النهاردة مش بينزل معي أقل من 17 كيلو في الشهر 17 كيلو 17 كيلو في الشهر وده أقل حاجة يعني أنا ما فيش فكرة مثلاً أنا نزل 9 كيلو 10 كيلو بالعافية بقى متضايقة لأ أنت إن شاء الله 17 كيلو في الشهر وده بيكون مضمون كمان مضمون ليه؟ عشان الناس معي همتابعة أسبوعية أنا يكون معي خبيرة غزية بيتة بانية على طول طول فترة الكورس لغبطت في حاجة نسيت حاجة عندي مشكلة في حاجة معينة بكلم الدكتورة اللي معي قاله أنا عملت كذا 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 تمام؟ فإحنا كده كده النتيجة معنا من أول أسبوع الناس كمان مش هتستنى لحد نهاية الفترة إحنا بعد أول أسبوع بنوزن هبدأ ألاحظ أصلاً فرق في المقاس فرق في شكلي قدام المراية فرق في الميزان كمان